مرحبا اضطيك العافوة المشتركين قناة GISH وراح اشرح بهذا الفيديو طريقة تقسيم الصورة باستعمال طريقة Supervised Classification او التقسيم المدار من قبل المستخدم بداية عندنا هون صورة ايرفين المفتوحة هنا هون بالصورة نتأكد انه من الراسترز انه بس ست الاصليات موجودين بالصورة بحيث ما يتأثر انها اجل ال Classification الموجود عندي Supervised Classification بيشبه ال Unsupervised Classification من ناحية تقسيم الصورة الى Classes او ربط ال Digital Number الموجودة هون بصورة ب Real World Classes اللي احنا بنعرفها لكن هون بال Supervised Classification انا لازم ادرب البرنامج واخليه قسم على حسب انا بشو بدخله داتا وشو بعطيه معطيات انه يقسم لي على اساسها عكس ال Unsupervised Classification اللي بعمل لكل التقسيمات بشكل اوتماتيكي باستعمال ال Algorithms او المعادلات الاحصائية بداية انت تأكد من صورتك انها بالوضع هاي انه البندات موجودة الست الاصليات تأكد ان صورتك معروضة بالثلاث الوان الاساسية والمزبوطة بحيث انك تشوف الصورة بشكل واضح بتروح الان على Analysis بتروح على Image Classification بتختار Supervised Classification لان هون بطلب منك تفتح الصورة الموجودة عندك فبتختار له الصورة اللي انت Open Sessions Available ما عطينا هون ما فيه Session ما عمت ما حد اشتغل عليها من قبل من ناحية Supervised Classification نعمل New Session لان هون لاحظوا انه اعطانا الشاشة تشبه تاعت الان لكن هون بده Input وبده Training Channel وبده Output Channel فهون نركز على الشغلات هاي انه Input و Training و Output بدي اعمل 2 Bands جديرة بحيث اعمل واحدة Training و واحدة Output Channel وهلا بنحكي شو هي Training و شو يعني Output رح تطلع فيها رح نعمل هون Add Layer ونضيف 2 8 bits Layer ونعمل Close لاحظة هون نضاف اللي ثنتين Empty رح حط الترتيب اللي هون يكون مزبوط ال Red عند ال Red وهي Blue Green و Red هيك الترتيب مزبوط من ناحية RGB ال Input Channel رح يكونوا كل اياتهم ال Input الأساسيات اخر ثنتين ما بحطهم Input ل Training خلي واحدة Training و خلي واحدة Output من هون الموجودات عندك نتأكد من ال Configuration مرة ثانية ال Blue عند ال Blue وال Green عند ال Green وال Red عند ال Red من ناحية هذول channels الثلاثة ال Input Channel نتأكد ان كل الموجودات بالصورة الستة هذول اللي عندي هون وال Training Channel تختلف عن Output Channel ما يكونوا مكرارات مع بعض هيك الآن نعمل له اوكي ونكون امورنا جاهزة ان شاء الله راح ذو الآن اعطاني شاشة او ويندو جديدة اسمها Training Site Editor الآن نعمل Training لهذه الصورة الفكرة كالتالي انا بدأ نشئ كلاسس حسب الكلاسس بدي اقسم الها هون وابلش احكي للبرنامج انه هاي المنطقة مثلا عبارة عن صخور هاي المنطقة عبارة عن urban هاي المنطقة عبارة عن vegetation هاي المنطقة عبارة عن soil هاي عبارة عن forest مثلا او اي شي لما بعمل هون class وبعمل هون new راح يطلع لي new class اسمي الكلاس هون عندي مثلا خلنسميه Rock نعمل Enter اسميه الكلاس Rock ال Color بختار Color مناسب للصخور مثلا خلن نختار اللون الرمادي مثلا زي هيك نعمل اوكي هاي اول class طلع عندي class new مرة ثانية بدي اسميه الثانية مثلا Water هاي Water خليه باللون الازرق مناسب class new مرة ثالثة بدي اسميه vegetation اختصره في EG ونلونه اي لون بدي اياه خلن نختار الدرجات الاخضر اوكي class new ونختار الان crops طعن هون لانه في vegetation بتكون موجودة يعني بمفعلة طبيعة او natural vegetation فيه crops اللي بتكون بصنع الانسان لاحظوا مثل المناطق اللي هون عبارة عن غابات هاي شكلها غير منتظم فانا بميزها ان هاي عبارة عن اشي طبيعي صاري يعني ان الانسان عملوه بينما هون لاحظوا المزروقات الموجودة هون هاي عبارة اشي منتظم فبإن كانك تعتبرها هاي crops انو الانسان عملها خلن نلونها بلون ثاني خلن نلون اصفر مثلا مميزة عن الثانية class new واخر واحد نعمله اللي هو اللي نسميه urban اللي هو المناطق السكنية هاي enter و class new خلن نعمل اخر واحد السادس سميه soil soil خلن اللون بلون ايش احمر مثلا هاي اوكي وال urban اللون بلون مغاير مثلا خلن نختار هذا اللون هيك الان اعملت انا كل classes انا نقسم الصور الا طبعا هاي ست classes عملتهم للصورة لانتيجة اول class بدك تحكي البرنامج وين الركب بتكمس هون عند الكلاس الاول بتحدده بتروح الان على التول اللي هون اللي تعت الرسم بتنزل الاداة بنحكي له من الرسم احنا ellipse مثلا اللي هي دائرة كبسة واحدة الان ماوس سترسم عندك لان لازم تروح على منطقة فيها روكس مثلا مثل هاي المنطقة اللي هون بتعمل كبسة واحدة هون بالماوس بتختار هاي الاداة اللي هي الزائد عندك زائد زوم واحدة هاي الان كبرلك على الصخور الان تمسك اداة للرسم هاي الدائرة وبتحكي له هون ان هاي الرك هاي هيك ترسم دائرة صغيرة نلاحظوا انه ما نكبر الدائرة مثلا اعمل الدائرة زي هيك لما عملت هاي الدائرة بهذا الحجم لاحظوا ان الدائرة شملت عندي روك وشملت عندي اشياء ثانية وشملت عندي فورست مثلا فهاي اشي بيكون غلط انت كابت خربط بالبرنامج انه بصير يداخلوا لكلاسس مع بعض فانت لازم تتأكد ان انت حاط الدائرة بموقع صحيح تتأكد ان الدائرة مش حجمها كبير بحيث ما تغطي اشياء كثيرة وتأكد انك ايضا عامل زوم بحيث انه ما تدرب البرنامج بشكل خاطئ لان نعمل دائرة هيك تفترضوا نعمل الدائرة بالغلط هون لازم بدي اختار الان التول اللي هي اسمها إريزر هاي الإريزر تول إريز لاين إريز بوليغون بحط إريز بوليغون برسم هيك بوليغون حوالين الدائرة هاي دبل كليك بهمحيل اياها كاملة برجع للرسم هاي رسمت اول واحدة روك هون بتأرسم الثاني مثلا هاي كمان روك ولو كنت متأكد ان كل هاي روك بس ما عمل دائرة هيك حجم كبير لو اني متأكد ان كل هاي روك بس ما عمل دائرة بحجم صغير حيث ادرب البرنامج انه هاي الروك موجود عندي هون هاي كمان روك هون بتضلك تعمل عينات طبعا بتزغر الصورة بتلوضع الطبيعي بترجع تشوف شوف عندك عينات صخور ثانية مثلا بتعمل بهاي المنطقة اللي هون كمان واحدة هون هيك الان انهيل التريننج بالنسبة للروك لو في اكثر برجع احط اكثر بالنسبة للروك بصغر الصورة باجل الكلاس الثاني الووتر طبعا ما بحط التريننج الا بمكان انا اكون متأكد انه ووتر مثلا او متأكد انه روك اذا انا مشكك فيه ما احطه عشان انا بخربط البرنامج الان الووتر انا متأكد انه موجود بهاي المنطقة مبين عندي فعمل عليه زوم زي هيك كمان زوم واحدة ثانية هيعمل اللي زوم على الووتر روح اكبس هون كبسة واحدة على الووتر واكبس على الرسم واحط هون بوليغون صغير دقرة صغيرة هاي واحدة وهاي هيك مثلا ثنتين هذو انا متأكد انهم ووتر ما بروح بحط مكان انا متشكك فيه انه في ووتر ولا لا اوكي بالنسبة للفيجيتاشن اللي هي الطبيعية سميناها روح نروح على منطقة مثل خلنرجع بالزوم روح على منطقة مثل هاي ونعمل له زوم هيك ونحط فيجيتاشن مثلا ونحط على الالبس ونرسم هون دائرة هيك نرسم هون كوان واحدة هون كوان واحدة هيك انا اخترت له الزغر الصورة نجرى الكروبس مثلا اللي هي المحاصيل من صورة الانسان باج بعمل البان تول بدي اعمل زوم على هاي المنطقة هاي كمان زوم لاحظوا الزوم بيساعدك انك تختار الشغل مزبوط هاي هاي رسمة واحدة هون هاي ثنتين هاي ثلاث هاي اربعة لذا اختلاف الالوان بالمزروعات لازم تغطي تقريبا اغلب الالوان بحيث ان البرنامج ميز لك هاي الاشياء الموجودة عندك هون هاي هيك مثلا هاي هيك ارجع بالزوم الان الان نعمل الاربان او المنطقة السكنية بتكتروع على منطقة سكنية مثلا زي هاي اللي هون هيك نعمل كبسة واحدة زوم زوم وبتيجي تحكيلو على هاي تول هاي منطقة سكنية هاي منطقة سكنية نفس الفكرة برسم صغيرة صغيرة الآن تيجو على السويل الاخر واحدة نروع على منطقة فيها سويل مثلا هاي هون هيك هاي زوم هاي سويل نعمل هيك ونرسم نحكيلو هذا سويل هذا سويل حوالي المطار ايضا هذا سويل هون لاحظوا ما تكبر الرسمة تبعيتك بحيث ما تشمل اكثر من شغلة لما تخلص كل تخلص ترينج لكل الان شو بتعمل الان بتعمله save and close save and close الان طلع لك هون classification meta layer تأكد انها طلعت عندك اكيد لما تعمل تعمل الى كليك كمين وبتقوله ايش اعمل عملية التصنيف رح يطلع لك هون شو انواع التصنيف او شو الالغريثم رح تستعملها للتصنيف في عنا وفي عنا المنمم ديستنس في عنا الماكسيمم لايكليهود الان اخلنا نختار اللي هو ماكسيمم لايكليهود ونختار وذنال الكلاسه ونختار هاي الصحوح اللي هون نعبيها كلياتها اللي هو save signature وcreate pct خيار نال الكلاس انه يظهر لك المناطق اللي ما تقدروا يصنفها البرنامج اللي هي وذنال الكلاس نعمله الان اوكي نعمله اوكي نعمله اوكي لاحظوا الان شو طلعت معي الصورة هيك صنفلي اياها لاحظوا كل المناطق اللي باللول الاسود هاي هي عبارة عن مناطق ما قدر يصنفها البرنامج وعشان هيك انا الترينينج كان تبعي سيع وكان فيه شوية اخطاء بالترينينج او مش اخطاء انه ما غطيت كل المنطقة لكن عشان اتفادي هاي الاشياء كلياتها بعمل close لهذا الريبورد وبرجع بعمل ايش هون كليك كمين نعمله يس برجع يعطي نهاي الشغل الشيء بعطي اوكي برجع عندي على شاشة الترينينج سايت ايديتور برجع بدرب البرنامج كمان مرة على المناطق الموجودة عندي طعم في هون عندي تول في عندي هون classification بقدر اعمل preview قبل ما اطبخه زي ما قبل شوي بختار ال preview عندي هون حسب شو البدي اياها انا الطريقة واشوف قبل وبعد الترينينج طعم بضل اعمل ترينينج وعمل تعديل تعديل لحد ما يزبط معي كل الكلاسز او تقل معي اللي هي السوداء الموجودة عندي هون وهيك بيكون انا عملت ترينينج مزبوط للصورة او عابيتها بشكل صحيح كل النتائج مخزنة هون على الترينينج ارياس الموجودة عندي هون وهي الكلاسز لو عمله الان save and close لو اكبر هاي الكلاسز هاي طلعت معك كل الكلاسز ولاحظوا الكلاس دبل زيرو هاي الاسود معطينا اياه اللي هو بيكون الند الكلاس او ما قدر يصنفه البرنامج بترجع تعدل الترينينج تبعك بتكبس كليك يمين بتعمل open training site وبتختار من هون الان بتبلش تعمل الترينينج كمان مرة بحيث انك تدرب البرنامج بشكل كامل على كل الاشياء الموجودة هون بالنهاية رح توصل لصورة فيها عدد قليل من اللي كلاسز وبطلع معك تصنيفك بشكل ممتاز بس لازم طبعا تراعي وجود الاشياء اللي هون في حال ما قدرت انك تميز الاشي اللي هون مثلا هوا صخر ولا فورست ولا كذا دك تعمل زوم وذا كان مش واضح رحطرت تزور الموقع ميدانيا بحيث تأكد ان هاي المنطقة هي فورست فعلا ولا هي صخور ولا كذا وتروح تبرنج على الجهاز انك تصنفها بحسب النوع اللي انت شفته ميدانية هيك نكون انا هنا شرح ويعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر